في مرة بمناسبة الحياة ده لسه في نهاية الموسم اللي فات ماتش الاهلي بالإسماعيدي انت قلت المعلومة العظيمة من محمد حسن انت كنت معك برضو كنت لحمد العجوز ما نخي بعديك اي انا سألته السؤال ده بناء على اللي انت قلت انه محمد حسن قال انه هو لمس الكرة كرة وجد فيه دو فالشباب انا كنت على الهوى فالشباب قالولي ده قال كذا 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 كريم فروح تسألت احمد العجوز مباشرة فالاتنين ربطوا مع بعض يعني الاتنين جمب لما بيتقال كده بقى بعدها على طول جمهور الإسماعيلي يزعل منك وجمهور الزمالك يزعل منك حتى كده روح تلحق ما كريم انت مش هتشتغل حسب يعني اراء الجماهير انت بتشتقولي الصح اللي يزعل يزعل بقى حاملو ايه يعني انا بقول الصح او اللي حصل فعلا او وجهة نظري وبعدين مش بقول وجهة نظري وبسكت لا بجيب خبير تحكيمي بجيب مثلا مصدر لعيب بمدير كورة مدرب يعني يقول هو حر على فكرة محمد انا فماتش الأهلي والإسماعيلي ده انا طلعت في الاول انتقطت كابتال احمد الغندور قلت يا جماعة احنا في التلفزيون مفيش حاجة يعني لقطة تبيني الكورة جات في ايده انا قلت كده انا جمت قلت طب ازاي هم حتى الفر لما جاب زوايا الكورة الكورة مجاتش في ايده التلفزيون بيقول كده او الكامالة بتقول كده فانت عارف ازاي رئيس تحرير محمد عراقي طبعا نقطة رياضي اه فانا حتى على الشاشة قلت ايه قلتولي عراقي بص الاكتر واحد حيقدر يقولينا الكورة دي هندبول ولا مجاتش في ايده هو اللعيب نفسه فكلمه فعراقي راح مكلمه كلام محمد حسن هو ليه علاقة شخصية بيه حتى كان هو لسه في قط اللبس فكلمه فقاله لا انا مش هقدر اطلع على الهوى بس قاله طب الكورة جات في ايدك قاله قاله هي جات في ايدك بس ما اصوتش بس ما اصوتش فاهمني فقدام جات في ايده وصالح المهاجم هو ما يعافش ان القانون بيقول انه انا شع علاقة بقى لا انا بقى بقولها وقال كده عشان هو متصول انا نعلت قلتولي عراقي متأكد قال لي والله لسه قافل معاه وانا اقول على لسانه بس هو طبعا بيعتزل مش هقدر يطلع الهوى عشان ممنوع في النادي الاسماعيلي منعين ان تطلعها الهوى فطلعت وقلت خلاص يا جماعة عجوز طلع معاك انا عرفت بعد البرنامج قال انه هو لمس الكورة بايده وبعد كده طلعب في باقي البرنامج قال لا انا ملمسهاش بزبط يعني اعيز اقول لك حاجة يعني انا هستفيد ايه لمسها ملمسهاش الاهلي كسب الاسماعيلي كسب لا 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 عندش مشكلة اي حد يكسب الحق اللي احنا يعني بندور عليه هو ده اللي احنا وبمراسة بقى احنا الاتنين وكل الناس ما شافوش الكورة بمية في المية انا فالاول طلعت قلت انا ما شفتش الكورة هو اللاعيب اللي اقدر يقول اه تعفت كان الكابتن احمد عجوز معاي هنا اول انبارح عفوان الكابتن احمد الغندور اول انبارح كان معاي حكم حكم المباراة كان حكم مميز جدا وسألته بشكل واضح وانت ليه طب حتى لما روحت عالبار ما وقفت شفت لقطة او اثنين او تلاتة او اربعة هو قال لي حاجتين اول واحدة منهم انه هو اللاعب والباقي اللاعيب ان هو خبط فيه لما يصوتشه. والتاني حاجة قال لك انا انا حاولت اقول للفار يشوفلي اللقطات تاني ما كنتش فيه اللقطات تاني. فمعرفش يعمل حقيقة. بس خلال لي بقى لك انفعل يعني محمد حسن بعد ما جيبه او الجنجة. اه. انفعلاته مفرحش. لعيب كورة بقى انت فاهم بقى. اه. مفرحش. اه. فحسنا ان هو اصلا لو واحد جاب جنف الاهلي. اه. والاسمعلي كان في موقف صعب جدا وده هدف تعادل. صح. يعني كان الدنيا اتقلبت. لا ولا اتداق ولا اعترد بعد. حتى جابوا الكاميرا على كابتن حمزة الجمل. فقال له له جات في ايده. في لغة الشفايف. صح. كابتن احمد العجوز برضو. اه. هو في الملعب تقال له ان هي جات في ايد اللاعف. عشان كده حتى الجهاز الفاني النادي الاسماعيلي ما اعتردش اسناء الكورة دي او اسناء الفار. طيب.